كانت الحملة الصليبية السابعة هي آخر الحملات الكبيرة على بلاد الشام وكما عرفنا أن الحملة رغم أنها كانت مدعومة بالأموال والسلاح والرجال فشلت بسبب التخطيط السيء أما الحملة الصليبية الثامنة فقد انطلقت في عام 1270 وكانت مثل الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك الفرنسي لويستاسا الهدف الرئيسي من الحملة هذه المرة كان الهجوم على مصر واستعادة الأماكن المقدسة سواء بالقوة أو التفاوض بما في ذلك القدس لكن هذه المرة خطط الملك الفرنسي بأن تكون أول هدف للحملة هو مكان جديد وهي تونس وضع الصليبيين تونس كهدف أولي في سعيهم للهجوم الشامل على مصر لكن هذه الحملة تلقت ضربة بعد وفاة لويستاسع بسبب المرض في أغسطس من عام 1270 ولهذا فشلت الحملة حتى قبل أن تبدأ قاد لويست الحملة الصليبية السابعة التي واجهت كارثة في معركة المنصورة في إبريل من عام 1250 ولكن تم القفض عليه وأطلق صراحة بعد دفع ثدية والطر للتنازل عن دمياض بقى لويست بعد ذلك في بلاد الشام لمدة أربع سنوات حيث قام بدعم بعض المدن الصليبية مثل عكا وبعد 16 عام حول الملك الفرنسي انتباهه مرة أخرى إلى الشرق ليعلن عن نيته الذهاب مرة أخرى كان لويست يرسل الأموال سنويا إلى الدول الصليبية في بلاد الشام بعد حملته الفاشلة ولكن بقية أوروبا كانوا مشغولين بالشؤون في أماكن أخرى في إنجلترا اندلعت حرب أهلية وكان البابوات في معركة مستمرة مع الإمبراطورية المقدسة للسيطرة على سقلية وأجزاء من إيطاليا وكان واضح أنه لا يوجد اهتمام حقيقي بالشرق والأماكن المقدسة في الشرق في الوقت نفسه بدأ الوضع بالنسبة للمدن المسيحية قاتم كانت الامبراطورية المغولية والتي تبدو عازمة على الغزو الشامل لكل الأماكن تقترب بشكل أكبر من ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي عام 1258 تم الاستيلاء على بغداد مقر الخلافة العباسية تلتها حلب التي كان يسيطر عليها الأيوبيين في يناير من عام 1260 ودمشق في مارس من نفس العام وهنا علم الصليبيين بأنهم القادمين وسيصلهم المغول بسهولة خصوصا عندما شن المغول غارات على عسقلان والقدس وشمال مصر بعد ذلك تم إنشاء حامية مغولية في غزة ومنه هجموا على صيدة في أغسطس من عام 1269 ولهذا وبسبب عدد موجود مساعدة خارجية اضطر بوهمند السادس ملك أنطاكية وطرابلوس إلى قبول التباعية للمغول والسماح لهم بإنشاء حامية دائمة في أنطاكية في المقابل استطاع المسلمين بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرز صد هجوم المغول على مصر في معركة عين جالود في الثالث من سبتمبر من عام 1260 وفي عام 1260 أيضا قتل السلطان قطز بيد الظاهر بيبرز والذي نصب نفسه سلطان على مصر وحكم حتى عام 1277 واصل المماليك توسعهم على مدى السنوات التالية وقاتلوا المغول مرة أخرى حتى نهر الفرات لم يحارب بيبرز فقط المغول ولكن أيضا قام بالهجوم على المدن المسيحية فاستولى على قيصرية وأرسوف وقلعة فرسان الاستبارية وفي عام 1268 استطاع المماليك دخول أنطاكية وكان سبب الهجوم على أنطاكية أن مسيحيو أنطاكية كانوا على تواصل مع المغول لمساعدتهم على الاستيلاء على حلب في المقابل أعلن مسيحيو عكا الحياد لكن الأحداث التي حدثت في منتصف الستينات من القرن الثالث عشر بينت بأن الولايات الصليبية والوجود الصليبي في الشرق في طريقه للانتهاء وكان لويس التاسع يستعد للدخول للشرق مرة أخرى من خلال الحملة الثامنة وهدفه كان الانتقام أساسا بعيد عن الدين ولكن بموته انتهت هذه الخطة وفي أوروبا أعلى لويس التاسع عن الحملة الثامنة في مارس من عام 1267 بدعم من البابا كليمنت الرابع وتم دعوة عامة النبلاء والفرسان في أوروبا لمساعدة المسيحيين في الشرق مرة أخرى كما هو الحال في الحملات السابقة قامت دعا بجولة مع الرسالة الصليبية وتم جمع المال بشكل هائل ومنه استأجر الملك سفن من مارسيليا وجروة وكما كان في الحملات السابقة جاء الصليبيين من بلدان مختلفة مثل إنجلترا وإسبانيا وفريزيا وهولندا ولكنها كانت حملة يهيمن عليها الفرنسيين تضمنت أسماء كبيرة من النبلاء الذين اشتركوا منهم الفونس بواتي شقيق لويس والملك المستقبلي إدوارد الأول ملك إنجلترا والملك جيمس الأول ملك أراغون وتشارلز أنغو ملك سقلية وشقيق لويس تم جمع جيش يتراوح بين 10 ألاف إلى 15 ألف رجل مماثل للحملة الصليبية السابقة سادت فكرة أنه من أجل هزيمة المسلمين واستعادة السيطرة على الأماكن المقدسة كان من الأفضل هجوم من أفريقيا وعلى الرغم من أن الهدف الأول لم يكن دميات في مصر كما هو الحال في الحملة الصليبية السابقة لكن هذه المرة كان الهدف تونس احتاج الصليبيون إلى نقطة حشت بعد أن أبحرت الأساطير المختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط وكان أمير تونس المستنصر حليف لجيمس الأول من أراغون الصليبيين وجدوا بأنه إذا كامل الممكن السيطرة على المنطقة فأنها ستوفر قاعدة صلبة يمكن من خلالها مهاجمة النيل في عام 1271 انطلق جيش الحملة الثامنة إلى الشرق في مجموعات الأولى بقيادة جيمس الأول من أراغون في يونيو من عام 1269 والتي واجهت بعد ذلك عاصفة وكارثة وانطلقت شارلز من أنغو في يونيو من عام 1270 وبينما أبحر إدوارد الأول في أغسطس من عام 1270 لكن الصليبيين كانوا مترددين من الذهاب لتونس خصوصا بعد وصول أخبار دخول بيبرز لأنطاكية في مايو من عام 1268 وبداية انهيار الإمارات الصليبية وخلال يوليو من عام 1270 هبط الجزء الأكبر من الأسطول الصليبي في تونس ثم انتقل الجيش إلى قرطاج لإنشاء معسكر شبه دائم هناك وانتظار وصول الصليبيين الباقين وأيضا هذه المرة كان هناك تخطيط سيء للحملة فلم يكن هناك خط إمداد للمؤن والمساعدة لهذا الجيش الكبير وأيضا كان الطقس حار جدا عن الجيش من نقص المياه وانتشر بين الجيش المرض بسبب المرض توفى ابن لويس جون ترستان بل أن الملك نفسه أصيب المرض مثل ما حدثت له في الحملة السابقة لكن هذه المرة لم ينجو من المرض فتوفى لويس التاسع في الخامس والعشرين من أغسطس من عام 1270 تقول الأسطورة أن الكلمات الأخيرة للملك كانت القدس القدس تولى شارلز أنكو والذي كان قد وصل للتوق قيادة الحملة الصليبية بعد وفاة لويس وتم اتخاذ قرار الانسحاب بعد التفاوض في صفقة مع أمير تونس لتسليم السجناء المسيحيين وضمان حرية العبادة في المدينة والتبرع بـ 210 ألاف أقية ذهب في هذه المرحلة وصل إدوارد الأول ملك إنجلترا أخيرا لأفريقيا ولكن هذا كان مع نهاية الحملة لتبحر الجيوش للسقلية على أمل إعادة التجمع والهجوم إلى الشرق لكن هذه الخطة لم تحدث بسبب حدوث عاصفة ومقتل ألف رجل أراد إدوارد الاستمرار في الانتقال للأراضي المقدسة لكن الجميع تخلى عن الحملة الصليبية وعلى الرغم من الفشل لم تتخلى البابوية عن فكرة الحملات الصليبية وصل إدوارد الأول وقوته المكونة من ألف رجل وانضم لهم حفنة من الفرسان الفرنسيين إلى عكا في سبتمبر من عام 1271 هذه الحملة يشار لها أحيانا باسم الحملة الصليبية التاسعة طبعا لم يتمكنوا من فعل الكثير لوقف خطط بيبرز التوسعية لكن إدوارد على الأقل استفاد من ذكره من قبل الشعراء وكتاب التاريخ لجهوده باعتباره الملك الأوروبي الوحيد الذي وصل للأراضي المقدسة من الحملة الثامنة وتم تنصيب لوي ستاسع كقديس في عام 1297 لخدماته للصليب وبالعودة إلى بلاد الشام في عام 1291 مع سقوط عكا انتهت الولايات الصليبية والتي انشأت منذ الحملة الصليبية الأولى كان للحملات الصليبية عواقب وخيمة على جميع المتورطين إلى جانب الموت والدمار والمصاعب الواضحة التي تسببت فيها الحروب كان لها أيضا آثار سياسية واجتماعية كبيرة انهارت بيزنطا وأصبح البابوات القادة الفعليين للكنيسة المسيحية وسيطرت الدول البحرية الإيطالية على البحر الأبيض المتوسط وعلى التجارة بين الشرق والغرب وتم تنصير البلقان وشهدت شبه الجزيرة الأيبيرية طرد المسلمين إلى أفريقيا امتدت فكرة الصليبية إلى أبعد من ذلك لتوفير مبرر ديني لغزو العالم الجديد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وشهدت تكلفة الهائلة للحملات الصليبية نمو العائلات الملكية في أوروبا وانخفال سيطرة النبلاء في المقابل وبسبب الحملات الصليبية استطاع الكثير السفر خارج البلاد وخاصة إلى الحك وعلى المدى الطويل كان هناك ظهور لجماعات الفرسان والتي أصبحت مرتبطة بالفروسية وكثير منها موجود بشكل أو بآخر اليوم طور الأوروبيين شعور أكبر بهويتهم وثقافتهم المشتركة مما أدى إلى ازدياد حدة الكراهية للأجانب غير المسيحيين وبالتحديد اليهود والمسلمين بسبب الحملات تطور أدب السفر والحروب وظهرت كتابات من الجانبين الإسلامي والمسيحي هذه الكتب خلقت أساطير من الجانبين وكانت سبب في ظهور قصص غير واقعية ومعلومات خاطئة حول أحداث الحملات الصليبية مهما كان توجهك أو معتقدك لا يستطيع أحد أن ينكر التأثير السلبي للحملات الصليبية ليس فقط في الشرق والمناطق التي طالتها الحملات ولكن أيضا في أوروبا انتهت الحملات الصليبية رسميا في القرن الثالث عشر ولكن بسببها ظهر أمر أعظم تسبب في دمار داخل العمق الأوروبي وهي محاكم التفتيش أصبحت الحروب الصليبية من القرن الحادي عشر للقرن الخامس عشر واحدة من الأحداث المهمة في العصور الوسطى في كل أوروبا والشرق الأوسط جلبت للحملات عواقب وخيمة أينما حدثت ولكنها أيضا دفعت بتغييرات داخل الدول التي نظمتها وحاربتها وحتى عندما انتهت الحروب الصليبية استمرت تأثيرها من خلال الأدب والوسائل الثقافية الأخرى بل أنه حتى اليوم يتم الحديث عنها ومحاولة إحياءها تمت كتابة العديد من الكتب والأبحاث حول الآثار والعواقب للحروب الصليبية على الحياة في العصور الوسطى وما بعدها وما لا شك فيه أنه كانت هناك تغييرات بالغة لأهمية في الحياة والسياسة والدين من القرن الحادي عشر للقرن الرابع عشر حيث قال مؤرغ تي اسبردك لا يزال الدور الدقيق للحملات الصليبية قابل النقاش أي محاولة لتحديد تأثير هذه الحملات محفوف بصعوبة لأن هذا تطلب تتبع وعزل خيط واحد داخل نسيج التاريخ البعض يقول بأن تأثير الحملات الصليبية يمكن تلخيصه بهذه النقاط التالية أولا زيادة وجود المسيحيين في بلاد الشام خلال العصور الوسطى وثانيا ظهور مجموعات الفرسان وثالثا الدور المتزايد وهيبة البابوات والكنيسة الكاثوليكية على الشئون العلمانية ورابعا توتر العلاقة بين الغرب والامبراطورية البيزنطية مما أدى في النهاية إلى تدمير بيزنطة وخامسا زيادة قوة العوائل الملكية في أوروبا وسادسا تشكيل الهوية الثقافية الجماعية في أوروبا وسابعا زيادة كراهية الأجارب والتعصب بين المسيحيين والمسلمين وبين المسيحيين واليهود والزنادق والوثنيين وسابعا زيادة التجارة الدولية والتبادل الأفكار والثقافات وثامنا زيادة قوة المناطق الإيطالية مثل البندقية وجنوة وبيزا وتاسع الاستيلاء على العديد من الأثار المسيحية وأخيرا استخدام الحملات الصليبية لتبرير الاستعمار والحروب والإرهاب ادعى هنران كورتيز فاتح الأسدك بأن أتباعه كانوا جنود مسيحيين أو فرسان المسيح وبأنهم يشنون حرب مقدسة ضد الوثنين بهذا انتهيت من سلسلة الحملات الصليبية أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة